اليوم يمكن بالعهد الجديد مش عم منشوف سمى بتفتح أو بتنزل نار أو منشوف أحبائي مثلاً أرض بتبلع الناس لكن الكتاب يقول بكل وضوح لأن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم الله عن بخز أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضباً في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادل الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله صفات الله في العهد القديم هي صفات الله في العهد الجديد كما إنه شفنا في دفع ثمن في العهد القديم بقول كتاب عن أيام نوح كما كان في أيام نوح يزوجون ويتزوجون نفس الأيام الأخيرة في أيام جيء المسيح رح يكون في ضربات رح يكون في عقاب رح يكون في دينوني رح يكون في جماعت اقرأ سفر الرؤية فطبيعة الله لم تتغير ما هواش مزاجة ما هواش للشعب كل إنسان بيرفض الله بيرفض خلاص الله بيرفض يسوع المسيح لابد أن يواجه الدينونة ترجمة نانسي قنقر شكرا